النظام الشمسي والكون ثلاثي الأبعاد هل تسألت كيف تبقى الأرض في مدارها حول الشمس؟ إن قوة جذبية الشمس تزداد مع الاقتراب منها وبالتالي يمكن أن تتخيل أنه إذا دفعت الأرض قليلاً نحو الشمس مثل ما تفعل أنت حين تقفز وازدادت قوة جذبية الشمس قليلاً جاذبة الأرض إليها أكثر حينئذ تزداد جذبية الشمس أكثر فأكثر وهكذا ستتخذ الأرض مداراً حلزونياً نحو الهوية لكني أنا وأنت والجمنة السوسرية دلائل واضحة على عدم حدوث ذلك فلما؟ حسناً حين تطفع الأرض قليلاً نحو الشمس بالفعل تسرع جذبية الشمس من حركتها إلى حد ما كذلك ورغم أن الجذبية القريبة للشمس تصبح أقوى فإن الأرض ستتحرك بسرعة كافية تجعلها تأخذ في الابتعاد عن الشمس بالطبع تبطئ جذبية الشمس من سرعتها مجدداً في غضون ذلك حينئذ تعود الأرض مرة أخرى لتبدأ الدورة من جديد المدهش في الأمر أن تأثري الإصراع وزيادة قوة الجذبية متوازنان تماماً وبالتالي تمكث الأرض في مدارها حول الشمس بنفس الطريقة التي تمكث بها كرة زجاجية صغيرة في قاع إناء وإن ظلت تتأرجح قليلاً في الواقع هذا التوازن متميز للغاية إذ إنه يعتمد كثيراً على قوة الجذبية وعدد الأبعاد التي نعيش فيها وفي الواقع هذه المدارات المستقرة لا تجد إلا في كون ثلاثي الأبعاد إن التفاصيل دقيقة إلى حد ما لكن إذا كانت الجذبية الأخوة قليلاً وهو ما كانت ستصبح عليه لو أننا نعيش في أبعاد فضائية ربعية فسيستحيل حينئذ على الأرض أن تدور حول الشمس لأنها في هذه الحالة ستنجذب إلى الشمس دون أن تزداد سرعتها بالقدر الكافي لتتمكن من الابتعاد وهكذا ستتجه نحو هلاكها وإن كنا نعيش في أعلى منذ أبعاد أقل بحيث تكون قوة الجذبية أهدأ قليلاً فلن يكون بإمكان الأرض أيضاً أن تدور حول الشمس إذ إنها مع اقترابها من الشمس لن تنجذب بالقدر الكافي وستمر فحزب بجانبها في مسار منحن إلى حد طفيف ومن ثم فإننا محظوظون بدرجة هائلة بالعيش في كون ثلاثي الأبعاد حيث توجد مدارات مستقرة تتيح لكوكبنا ونظامنا الشمسي ومجراتنا بالوجود من الأساس شكراً للمدارات المستقرة التي لو لا هل استحالت الحياة كما نعرفها وخاصة الجمن السوسري ملحوظة ثم تمثال وقعي رائع على المدارات المستقرة وهو الأقماع الكبيرة التي نراها كثيراً في المتاحف أو في مراكز التسوق فالسلوك الفيزيائي لها متماثل تقريباً مع المدارات المستقرة للكواكب والأقمار الصناعية والسبب الوحيد في أن العملات في الأقماع أو الأقمار الصناعية في دورانها حول الأرض تتخذ مسارات حلزونية حتى تهلك في النهاية هو أن طاقتها تتضاءل بفعل الاحتكاك ومن ثم فإنها تنتقل دانية من مدار مستقر إلى آخر إلى أن يلتقي مدارها في النهاية مع الأرض وهو ما يسمى بالاستضام اشتركوا في القناة